بعد وفاة سيدنا موسى عليه السلام بسنوات انحرف بني إسرائيل عن شريعته وزاد طغيانهم وتوالت الهزائم عليهم فتشرد وساءت حالهم وبعد هذه الظروف الصعبة بسنوات كثيرة أصبح داود عليه السلام ملكا لبني إسرائيل فجمع الله على يديه النبوة والملك كان داود عليه السلام عبدا خالصا لله شكورا يصوم يوما ويفطر يوما يقوم نصف الليل وينام ثلثة وأنزل الله عليه الزبور كما آتاه الله العلم والحكمة وجمال الصوت فكان عندما يسبح تسبح الجبال والطيور معه كما كان يقرأ الزبور بسبعين صوت وكان له ركعة من الليل يبكي فيها نفسه ويبكي ببكائه كل شيء ويشفى بصوته المهموم والمحموم كما ألان الله في يديه الحديد حتى قيل أنه كان يتعامل مع الحديد كما كان الناس يتعاملون مع الطين والشمع فكان يصنع منه الدروع وقد جعل الله ملك داود عليه السلام قويا عظيما يخيف الأعداء حتى بغير حرب وجعله منصورا على أعدائه دائما ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وكان داود عليه السلام رغم قربه من الله وحب الله له يتعلم دائما من الله وقد علمه الله يوما أن لا يحكم أبدا إلا إذا استمع لأقوال الطرفين المتخاصمين فقد جلس داود عليه السلام يوما في محرابه الذي يصلي لله ويتعبد فيه وكان إذا دخل حجرته أمر حراسه أن لا يسمح لأحد من دخول عليه أو إزعاجه وهو يصلي ثم فوجئ يوما في محرابه باثنين من الرجال أمامه قد قفز من على سور المحراب فخاف داود عليه السلام منهما وسألهما من أنتما فقال أحد الرجلين بيني وبين هذا الرجل خصومة وقد جئناك لتحكم بيننا بالحق سأل داود الرجل ما هي القضية قال له إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة وقال أعطيها لي وأخذها مني فقال داود بغير أن يسمع رأي الطرف الآخر لقد ظنمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الشركاء يظلم بعضهم بعضا إلا الذين آمنوا ثم فوجئ داود باختفاء الرجلين من أمامه كما لو كان سحابة تبخرت في الجو وأدرك داود أن الرجلين ملكان أرسلهم الله إليه ليعلماه درسا فلا يحكم بين المتخاصمين من الناس إلا إذا سمع أقوالهم جميعا فربما كان صاحب التسع والتسعين نعجة معه الحق عند ذلك سجد داود لله واستغفر ربه وقد مات داود عليه السلام وعمره مئة سنة وشيع جنازته عشرات الآلاف حتى قيل أنه لم يمت في بني إسرائيل بعد موسى وهارون أحد كان بني إسرائيل أشد حزنا عليه كما حزنوا على داود أتى الله سليمان عليه السلام ملكا عظيما لم يؤته أحدا من قبله ولن يعطه لأحد من بعده إلى يوم القيامة فقد أتاه الله العلم والحكمة وعلمه منطق الطير والحيوانات وسخر له الجن والرياح كما كان لدى سليمان عليه السلام القدرة على حبس الجن الذين لا يطيعون أمره وتقييدهم بالسلاسل وتعذيبهم فكانوا يستجيبون لأوامره ويبنون له القصور والتماثيل التي كانت مباحة في شرعهم وكانوا يغوصون له في أعماق البحار ويستخرجون المرجان والياقوت واللؤلؤ كما سخر الله لسليمان عليه السلام الريح فكانت تجري بأمره وكان يستخدمها في حروبه الكثيرة ومن نعم الله عليه أيضا جيش سليمان عليه السلام الذي كان يتكون من الطير والبشر والجن وكان يعرف لغة كل فرقة من هؤلاء وفي أحد الأيام أصدر سليمان عليه السلام أمره لجيشه بالاستعداد ثم خرج يستعرض الجيش ويفتش عليه فاكتشف غياب الهدهد وتخلفه عن الوقوف مع الجيش فغضب سليمان عليه السلام وقرر تعذيب الهدهد أو قتله إلا إذا كان لديه عذر قوي منعه من الحضور وبعد وقت جاء الهدهد وقال جئت بأخبار أكيدة من مدينة سبأ باليمن فقد وجدت امرأة تحكمهم قد أعطاه الله قوة وملكة ولكن الشيطان أضلهم وجعلهم يعبدون الشمس ويتركون عبادة الله بعد استماع سليمان عليه السلام للهدهد كتب كتابا وأعطاه للهدهد ليوصله إلى بلقيس وقومها حيث أمر سليمان عليه السلام في خطابه لبلقيس وقومها بأن يأتوه مسلمين فعرضت الملكة على رؤساء قومها الرسالة وكانت تشاورهم في الأمور كلها فحدثوها عن قوة سليمان وصعوبة صد جيشه وأفهموها أنها ينبغي أن تذهب إليه وتستمع له بدأت الملكة رحلتها نحو مملكة سليمان بعد أن جهزت نفسها وعندما عرف سليمان عليه السلام أن بلقيس في الطريق سأل من حوله إن كان بإمكان أحدهم أن يحضر له عرش بلقيس قبل أن تصل الملكة إلى مملكته فقال واحد من الجن أنا أستطيع إحضار العرش قبل أن ينتهي المجلس لكن آخر قال لسليمان أنا أستطيع إحضار العرش في الوقت الذي ترمش فيه العين برمشة واحدة فقط وصل العرش إلى سليمان فشكر الله الذي يمتحنه بهذه القدرة ليرى أيشكر أم يكفر قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وعندما جاءت بلقيس واستحبها سليمان إلى العرش ونظرت إليه فرأته كعرشها تماما ولكنه ليس بعرشها ثم أدركت بلقيس أن هذا هو عرشها قد سبقها إلى المجيء وانبهرت بما شاهدته من إيمان سليمان وصلاته لله مثل من بهرت بما رأته من تقدمه في الفنون والعلوم والصناعات وأضاء الله قلب بالقيس بنور الإسلام الذي لا يغرب كما تغرب الشمس وبعد سنوات طويلة مات سليمان عليه السلام دون أن يعلم الجن فظلوا يعملون له ما تعودوا على عمله فقد كان سليمان متكئا على عصاه يراقب الجن وهم يعملون فمات وهو على وضعه متكئا على العصى ورأاه الجن فظنوا أنه يصلي واستمروا في عملهم ومرت أيام طويلة ثم جاءت دابة الأرض تأكل الخشب وبدأت تأكل عصى سليمان عليه السلام فاختلت العصى وسقطت من يد سليمان عليه السلام واختل بعدها توازن الجسد فهوى إلى الأرض وعرف الجن أن سليمان عليه السلام مات من زمن وتبين أنهم لا يعلمون الغيب وعرف الناس هذه الحقيقة التي كانوا يجهلونها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر